ذه دلوقتي واقع على مستوى عدد من دول العالم أو على مستوى عدد كبير من مستخدمين المسنجر والفيسبوك على مستوى العالم في دول مختلفة الحكاية دي بدأت تقريبا في حدود الساعة 4 بتوقيت جرينتش يعني مفروض أنه بتوقيتنا احنا يبقى على الساعة 6 مساء فيسبوك طلعوا بيان أو طلعوا كلام بيقول أنه احنا عرفنا أن فيه مشكلة وإحنا دلالتي بنحاول نتعامل معها ما قالوش إيه سبب المشكلة بالزبط فيه موقع اسمه Down Detector الموقع ده بيقول أنه سبب العطل هو أنه فيه انقطاع في طيار الكهربائي في عدد من الدول في المملكة المتحدة في عدد من دول أوروبا وفي الساحل الشارعي لولايات المتحدة الأمريكية لكن ما حدش عارف لغاية دلوقتي إيه السبب عايز أقول لحضراتكم أنه الحكاية تحولت على طول مسألة سياسية يعني المرشحين الموجودين دلوقتي أو اللي بدأوا سباء الترشح للانتخابات الرئيسية الأمريكية الحكاية بدأت بالفعل وبدأ الإعلان عن الترشح ابتدوا يكرموا في منهم أعضاء في الكونجرس في منهم كتير أعضاء في الكونجرس ابتدوا يقولوا إحنا إزاي سايبين الشركات الكبيرة دي زي الفيسبوك لأنه مش الفيسبوك بس الفيسبوك والإنستجرام والإتنين شركة واحدة يعني أو الإنستجرام تابعة للفيسبوك بيروب إحنا إزاي سايبين الشركات دي تتحكم فينا وإحنا بنتواصل مع بعض دلوقتي إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الماسنجر بتاع الفيسبوك فإزاي إحنا سايبين الشركات دي إنها تتحكم فينا وإنه لازم نبدأ تشريع جديد أو يبقى عندنا تنظيم وقوانين جديدة علشان نتكسر الشركات دي علشان نفصل ما بين الشركات الكبيرة اللي بقى عندها قالوا إنه هو توغل وإنه ما بقهم يعني ليهم دور كبير أو دور سياسي واضح في إن إحنا حتى مش عارفين نتواصل مع بعض ده ما يخص الفيسبوك والإنستجرام وواتساب وده برضو تابعهم ممكن تبعت تاكست ممكن تبعت رسالة نصية بس لكن الصور صعب إنها تتحمل دلوقتي